من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم لم تدعم الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في الأراضي المحتلة لساعات حتى عادت آلة الحرب لتتحرك في أكثر من اتجاه فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلحة في قطاع غزة كما عاودت قوات الاحتلال قصف غزة من ناحيتها أعلنت كتائب القسام قصف ناحي العوز بخمسة صواريخ مئة وسبعة وصاروخي جراد وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عندوي لصفارات الإنذار في منطقة أسدود الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري وبعد مرور 12 ساعة هدنة قال إن ليس هناك أي اتفاق هدنة جديدة لمدة أربع ساعات مع إسرائيل كاميرا الجديد تدخل حية شجاعية مع سكانه الذين هربوا منه خلال القصف تقرير محمد المدهون هذا حي شجاعية شرق مدينة غزة هدنة النصف يوم كانت فرصة لكل من نزحوا منه تحت الضرب المدفعي العشوائي أن يعودوا إليه مؤقتا ليروا ما صارت إليه بيوتهم ويبحثوا عن أقاربهم المفقودين محمد حبيب جاء ليتفقد منزله ويبحث عن عائلته فوجدها جثثا تحت أنقاضه تواقم الإسعاف استكملت ما لم تكن قد أنهته سابقا في المرة الوحيدة التي أتيح لها فيها الدخول إلى الشجاعية لساعات معدودة ما يقرب من مئة جثة انتشلت من تحت الأنقاض عدد كبير منها في الشجاعية استطعنا استخراج جثة واحدة من أصل ثلاثة نواجه صعوبة في استخراج البقية بسبب التدمير الكامل للمنزل المكون من أربعة طوابق وعدم وجود أي آليات نستطيع استخراج أو نستطيع رفع رقام بها مشاهد مروعة أثاق عليها الشجاعيون في شوارع حيهم أطنان المتفجرات التي ألقيت على بيوتهم تعادل في الأثر الذي خلفته أعتى الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تصيبهم سعيد الحظ فيهم من كان أكبر أذاه أن لم يعد له بيت يؤويه حزينة نظرتي على بيوتنا التي تويانا وبعدانا فيها لنلجأ للناس ونبعد عندهم ولو كان لكن الإنسان تجيل بحس بنفسه بحس بحاله ما بيقويه بريحه بريح نفسي تقلباته ومطرحه ومكانه إحنا يعني تأخذ ليش بالك المعيال يعني أنا وأبني وأبني بجي أكتر من عشرين نفر يعني مين اللي بدي أخذنا عشرين نفر يقعدنا عنده ما تزال الكارثة خارج حدود الاستيعاب هذه هي الصورة التي خلفتها وراءها الدولة التي تدعي أنها الأكثر تمدنا في جوارها أرض محروقة وشعب مشرد في الوقت المستقطع بين عدوانين يعاين الفلسطينيون حجم التدمير الذي ألحقته بهم آلة الحرب الإسرائيلية انتقاما منهم دمار يضاف سببا آخر للتمسك بشروط مقاومة لإنهاء هذه الحرب إذ لن تكون هناك إعادة أعمار دون رفع للحصار محمد المدهون قناة الجديد غزة فلسطين الاجتماع الدولي لدعم وقف إطلاق النار الإنساني في غزة يطلب تمديد الهدنة الإنسانية بحيث تنتهي بوقف إطلاق النار ويأخذ بالاعتبار أمن أسرائيل ومطالب الغزيين الإنسانية والحياتية دعا وزراء خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وقطر في ختم اجتماع متعلق بغزة عقد في باريس إلى تمديد الهدنة الإنسانية اللقاء الذي أطلق عليه اسم الاجتماع الدولي لدعم وقف إطلاق النار الإنساني في غزة عقد من دون وزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر وقد أشار المجتمعون أنه لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات عن هذا التصعيد للعنف إنما توصل إلى موقف مشترك يؤكد على ضرورة وقف القتال كلنا يريد الوصول في أسرع وقت ممكن إلى وقف دائم لإطلاق النار ومن خلال التفاوض يستجيب لاحتياجات إسرائيل فيما يتعلق بالأمن وللاحتياجات الفلسطينية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية لغزة وحرية الوصول إلى أراضي غزة نتثق على الحاجة إلى إشراك السلطة الفلسطينية في هذه الأهداف أخيراً كلنا نقف مع السكان المدنيين الذين تأثروا بالقتال بشكل ناسوي أتفهم نية إسرائيل مواصلة عملياتها ضد الأنفاق التي تطلق منها حماس هجماتها على إسرائيل وبطريقة ذاتها لا يمكن أن يقبل الفلسطينيون وقف إطلاق نار إذا لم يؤدي سوى إلى تثبيت الوضع الراهن لذا ندعو إلى اتفاق يسمح للفلسطينيين بالعيش بكرامة والتحرك بحرية وعدم التعرض للعنف ووفق مصادر محيطة بوزير الخارجية الفرنسي فإن فابيوس اتصل خلال اللقاء بنظيره المصري وبالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأيد الرجلان أهداف ونتائج الاجتماع من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شرانماير على ضرورة العودة إلى المباحثات حول حل الدولتين في حين شدد وزير الخارجية القطري خالد العطية على ضرورة وضع حد للحصار المفروض على غزة والمستمر منذ ثماني سنوات بدء عملية البحث في موقع سقوط الطائرة الجزائرية في مالي والوفد اللبناني يتجه إلى العاصمة باماكو غدا بعد يومين على سقوط الطائرة الجزائرية في صحراء مالي ومع ارتفاع صرخة الأهالي مطالبين بالإسراع في الوصول إلى خبر يقين عن ضحاياهم يتوجه الوفد اللبناني الذي كلفته الخارجية اللبنانية متبعة الملف صباح الأحد إلى مالي على أن يصل ليلا وقد فرغت طبيب الشرائع الدكتور فؤاد أيوب من الملف بعدما حصل على عينات دي ان اي المطلوبة من كل عائلة وسيباشر مقارنة الفحوص فور حصول الفريق الفرنسي على عينات من مكان الحادث المحققون بدأ عملهم في موقع تحطم الطائرة وفيما تبدو المهمة صعبة جدا نتيجة تفكخ الطائرة عثر على الصندوقين الأسودين وبالتالي أصبحت معرفة تفاصيل ما حدث قبل التحطم في يد المعنيين وتشارك السلطات المالية بالتعاون مع بوركينا فاسو والوفد الفرنسي وممثل عن الخطوط الجزائرية في فك رموز سر السقوط ويفترض أن يصل نحو عشرين شرطيا فرنسيا وفريق من المكتب الفرنسي للتحطمات والتحليلات إلى مكان تحطم الطائرة حيث يعملون على التعرف إلى جثة الضحايا وكان رئيس بوركينا فاسو قد عاين أمس مكان الحادث وقال أحد المسؤولين في الرئاسة إن من الصعب انتشال كل جثة لأنه لا يوجد سوى إشلاء بشرية على الأرض وتابع المسؤول نفسه إن الحطام مبعثر على امتداد 500 متر لأن الطائرة ارتطمت مرة أولى بالأرض قبل أن تتفع مجدداً لتسقط في نقطة أبعد وقد انتشرت صور التقطها منقض من مالي بعيد سقوط الطائرة يظهر فيه الحطام المتناثر للمغتربين اللبنانيين حكايات مع الطائرات التي تسقط تحقيق للزميلة يمنى فواز أثر النكبات فجاء على لبنان الذي يعيش كل فترة فصلاً جديداً من فصول مأساة الاغتراب والجديد سقوط طائرة كانت متجهة من بنين إلى بيروت ومعظم ضحيها لبنانيون لبنان واثيوبيا جمعهما منزل واحد وطائرة موت واحدة وفي الموت تختلط الألوان وتتوحد هي كارثة بحجم الموت قبل الفجر في سقيع كانون الحزن يقيم في الخبر عشرون لبنانياً يصبحون رماداً متطايراً من السماء إلى الصحراء هو الموت يلاحق أبناء بلادنا في الجو والصحراء والمحيط وكأن المختربين اللبنانيين على موعد دائم في أعالي السماء مع الموت وهم الهائمون في أسقاع الدنيا ولنبارغ إن قلنا إن هناك لبنانياً في كل حدث يحصل في مختلف بلدان العالم سواء كان ضحية أو صانعاً للحدث أو هو الحدث عينه طائرة كتن المنكوبة التي سقطت في الخامس والعشرين من كانون الأول عام 2003 في المحيط الأطلسي عقب إقلاعها من مطار بنين كانت تنقل 133 راكباً معظمهم من اللبنانيين وقتل منهم 111 لبنانيين كانوا عائدين إلى بلادهم في عطلة نهاية العام وحلت آنذاك النقبة على جميع اللبنانيين وخصوصاً الجنوبيين حيث كان معظم ضحايا من جنوب لبنان التائرة الفرنسية سقطت في الأول من حزيران عام 2009 في مياه المحيط الأطلسي وكانت تقل 228 راكباً قتلوا جميعاً ومن بينهم خمسة لبنانيين الطائرة المشؤومة الأثيوبية التي استفاق اللبنانيون في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 2010 على خبر سقوطها فوق الشاطئ اللبناني عقب إقلاعها وكانت تقل 99 راكباً قتلوا جميعاً ومن بينهم خمسة وخمسون لبنانياً واليوم تحل نقبة الطائرة الجزائرية التي سقطت في مالي وكانت تقل 116 راكباً من بينهم 19 لبنانياً كانوا عائدين لقضاء عطلة العيد مع عائلاتهم فكان الموت محضقاً بهم فالموت لا يفقه العيد ولا شوق الأهل ولا دحكات الأطفال يمن فواز قناة الجديد لم يكتفي مقاتل داعش بطرد المسيحيين من الموصل مسجد ومرقد النبي يونس يسوى بالأرض على يدهم في الأساس كان هذا المبنى مسجداً ومرقداً للنبي يونس في الموصل والذي يمثل رمزاً تاريخياً للمدينة ويحمل قيمة دينية للمسلمين والمسيحيين لم يرق وجوده لتنظيم داعش فكانت النتيجة مرقد النبي يونس الذي يقع على تل التوبة وسط الساحل الأيسر من الجهة الشرقية في مدينة الموصل سوي بالأرض واستستياء من تفجير أكبر ضريح ومعلم حضاري مقدس لدى المسلمين في الموصل لا يعرف تحديداً تاريخ بنائه لكن ذكره أبي زكريا الأزدري في كتابه ويقول إن النبي يونس الذي ابتلعه الحوت في قصص القرآن مدفون قرب الجامع الذي كان يجذب الكثير من الحجاج الأتراك الذين يعتبرون المرور والصلاة بالجامع من المناسك المكملة للحج حتى إن الكثير من العوائل التي تقطن قربة للتوبة كانوا يتكلمون التركية واستبدل الله ظلم الجيش والشروط الاتحادية بظلم آخر أشد وطأة وأكثر استباحة لدماء الناس وأموالهم ومهما حاولت داعش تحسين صورتها في الأيام الأولى والظهور بمظهر الحمد الوديع واستطاعت كسب المواطنين بالدعائها بأنهم حماة السنة في حرب طائفية إلا أن هذه الصورة الوردية لم تلبث أن تبخر مسلح تنظيم داعش قاموا أيضاً بزرع عبوات ناسفة بمحيط مرقد الإمام أبو العلا في منطقة باب جديد وقاموا بتفجيره عن بعد ما أدى إلى هدم المرقد كما أقدموا أيضاً على تفجير حسينية فاطمة الزهراء وجامع نجيب جادة في منطقة الفيصلية وفي منطقة الشفاء غربي الموصل كان مسلح داعش فجر أيضاً مرقد الإمام يحيى أبو القاسم أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن أخلت سفارتها في ليبيا يوم السبت ونقلت العاملين فيها تحت حراسة مشددة عبر الحدود إلى تونس بسبب تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات متناحرة في طرابلس ووصف وزير الخارجية الأمريكي جون كاري حالة العنف في ليبيا بأنها تهديد حقيقي للعاملين الأمريكيين مع اقتراب الاشتباكات من استفارة وتدهور الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد أسبوعين من القتال بين ميليشيات تبادلت إطلاق الصواريخ ونيران المدفعية في طرابلس قرب مجمع استفارة وقد شهدت طائرات الأف 16 المقاتلة والمروحيات تقل أفرادا من مشات البحرية ووفرت الأمن للقافلة الأمريكية كإجراء احترازي في الختام عنوين سريعة لأبرز الأحداث الهدنة في الأراضي المحتلة تسقط السائل تعاود قصف غزة والقسام ترمي ناح العوز بخمسة صواريخ بدء عمليات البحث في موقع سقوط الطائرة الجزائرية في مالي والوفد اللبناني يصل غدا إلى العاصمة باماكو أمريكا تجري العاملين في سفارتها من طرابلس بسبب الوضع الأمني وكاري يؤكد أن التهديد كابير جدا كان هذا كل شيء نشكر لكم حسن المتابعة وتصبحونا دائما على ألف خير موسيقى